سريح جالانت الذي لا يمكن النظر اليه الا انه بداية خطاب الهزيمة. انا عايزك تستمع الى الكلام بالترجمة ومعليش بص على الوش يعني معليش برهقك معايا. ركز في تعبيرات الوجه. جالانت وزير الدفاع الصهيوني يتحدث عن انه ليس لا يمكن تحقيق كل الاهداف بالعمل العسكري ولا بد من دفع اسمان باهزا. نشوف ونرجع نشوف حكاية المبادرة بتاعت اليومين دي اخبارها ايه? كي لا كل مطارة نتان لاسيق رك ببعولات صبعيت. الكوح انو تخليطه كل. بوهنو لممش. ات خوفتنو همصاريت وايركيت. لاشيفة اخاتوفين لبيتام ندرش لبشاروت كوح. ده تربطه جنب الكلام اللي قاله السيسي مبارح. السيسي مبارح كان في مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري عبد نجيد تابون وقال كلام على فكرة الهدنة ميومين دي. لماذا لم يرى خلينا نسمع بس وركز في كلام وفي تعبيرات الوش. مصر خلال يعني الايام القليلة الماضية قامت بجهد في اطلاق مبادرة تهدف الى تحريك الموقف وايقاف اطلاق النار لمدة يومين يتم التبادل يعني اربع رهائل مع بعض الاسرة اللي مويدين في السجون الاسرائيلية. ثم خلال عشر تيام يتم التفاوض على استكمال الاجراءات في القطاع ويبقى وصولا الى ايقاف كامل لإطلاق النار وادخال المساعدات اللي احنا بنقول ان اشقاءنا في القطاع بيتعرضوا لحصار صعب جدا وتصل الى حد المجاعة واهم مهم جدا ان احنا تدخل المساعدات في اصرح وقت ممكن. هو بس انا ليس والبس. قبل ما ناقش فكرة الجدوى هذه الاتفاقية. هو السيسي معلش هنشغل الفيديو تاني يا ضيق. هو السيسي عشان انت حدق ما اخدتش بالك. انا اخدت بالي واستفزني جدا. السيسي ليه بيقول على الاسرائيليين اللي عند حماس رهائن وبيقول على الفلسطينيين اللي في سجون اسرائيل اسرائيه اسرائه؟ علش بس يعني سؤال استفهاني. اصف كلمة الرهينة غير كلمة الاسير. الاسير ده بيتاخد منين؟ بيتاخد من المعركة؟ من الحرب؟ الرهينة ده بيتاخد لما تدخل تعمل عملية صوت ومسلح على بانك؟ فاخد بالك من التسمية. اخد بالك من التسمية. احنا لسه ما ناقشناش كتاب الحرب. كنا ناقشه اسبوع الجاي. معنى ونزل قدي له اسبوع. بتاع بوب وودورد. كتاب الحرب اللي قاله بالدنيا. اللي بيوصف بلينكين لما قابل حكام العرب بعد سبع اكتوبر قالوا له ايه؟ بالنص الكلام اللي بنقوله لكم. الكلام اللي بنقوله لكم مكتوب في كتاب الحرب بوب وورد. وودورد. ده واحد من اللي فجره ده زي هيكل كده دي له خمسين سنة في الصحافة. ده واحد من اللي فجره في ضيحة ووتر جيت. يعني صعه في من العيار اللي فوق التقيل. جايب الحوارات اللي تمت مع بلينكل في زياراته للحكام العرب. ولا واحد من الحكام العرب ما قالوش خلص على حماس. قال لك كده ملك الوردن قال له احنا حذرنا نتانياهو كتير من حماس هو اللي اسفعش الكلام. لازم تخلصوا على حماس بس انا مقدرش اقولي الكلام ده في العلن. وقالها ايضا ملك البحرين وقالها ايضا فصل وزير الخارجية السعودي. الجميع خلصوا على حماس. انا قلت لك كده. قلت لك وانت متخيل ان الحكام العرب اللي هم عارفين ان حماس دي مهما قالت ان احنا فضلنا الاشتباك مع جماعة الاخوان والكلام ده كله. هيسيبوا جماعة الاخوان تنتصر على اسرائيل. فانا بس عايزك تاخد بالك من كلام السيسي هنا. شوفوا هيسمي الاسرة بتوع اسرائيل عند حماس ايه؟ وهيسمي المعتقلين الفلسطينيين في سجون اسرائيل. اسمع كده. مصر خلال يعني الايام القليلة الماضية قامت بجهد في اطلاق مبادرة تهدف الى اه تحريك الموقف وايقاف اطلاق النار لمدة يومين. يتم اتبادل اه يعني اربع اه رهائل مع الاسرة بعد الاسرة اللي موجودين في السجون الاسرائيلية. ثم خلال عشر ايام يتم تفاوض على استكمال الاجراءات اه في القطاع ويبقى وصولا الى ايقاف كامل لاطلاق النار وادخال المساعدات اللي احنا بنقول ان اشقاءنا في القطاع بيتعرضوا لحصار صعب جدا وتصل الى حد المجاعة واهم مهم جدا ان احنا يتدخل. طيب ايه بقى هي الفائدة لهدنا لمدة يومين? يعني الناس تقول يومين من غير ما يضرب عليهم نار هي دي الفائدة طلع اربع اسرة مقابل شوية اسرة من اللي في السجون. انت عارف ان الاحتلال الخبر موجود النهاردة ولا انبالح والله بس ما كانش مهم ابعته. انت عارف ان الجيش الاسرائيلي انبالح اعلن على اتخال ستمائة فلسطيني في جباليا. يعني هو يطلع الاربع رهاء الاسرة بتوعه اللي عنده حماس تمام؟ ويروح مطلع اصاده ايه الواحد بعشرة. هيطلع اربعين اسير من السجون. مظبوط كده? ويروح عمد على سبعمية بعد كده. واداتك مهلى يومين. وحتى دي. وحتى دي. نتانياه رفضها.